تنضم إلينا من موسكو علش حود الكاسبة والباحثة السياسية أهلا بكي سيدة علا على شاشة الغد إذن من جديد رئيس مجموعة فاقنر وهي يحذر وهي تقاتل في الخط الأمامي من نفاذ الذخيرة وانهيار الجبهة برأيك ما دلالة هذه التحذيرات التي يخرج بها رئيس مجموعة فاقنر كل مرة مساء الخير أعتقد أن تصريحات بريغوجين هي ليست مهتمة بنقص الزخيرة بالمعنى الحرفي أعتقد أنه هو يوجه هذه التصريحات إلى وزير الدفاع الروسي شويغو وإلى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاريلي جيراسيموف ربما لأنه أراد أن يوصل رسالة مباشرة وهو لو لا هو لو لا قوات فاقنر القوات الرديفة للجيش الروسي لم استطاعت القوات الروسية السيطرة أو تطويق مدينة باخموت هذه المدينة الاستراتيجية والتي طالت وطال أمد الحرب فيها لشهور عدة ما يقارب حوالي سبعة أشهر هي أكثر مدينة يعني استمرت فيها العمليات العسكرية وحقيقة كانت عصية على التطويق من قبل القوات الروسية لوجود لأسباب مهمة أهمها وجود نخبة القادة الأوكران في هذه المنطقة وكان قد صرح مسبقا الرئيس الأوكراني زيلنسكي بأن باخموت لن تسقط ولا في حال من الأخوال لكننا الآن نراها تسقط أعتقد أنه رئيس فاغنر يريد اليوم أن يزعم نفسه وأن يظهر بصورة البطل القومي بعد أن استطاع هو وقواته تخليص روسيا يعني من هذا الهدف يعني الصعب نوعا ما وعادة القوات الرديفة في كل بلدان العالم وليس فقط في أوكرانيا من واجبها أن تقف جنب يعني جنبا إلى جنب مع القوات العسكرية الرسمية في الوطن لا أن يظهر بتصريحات على الفيديو يعني يفتخر بإنجازاته لأنه أي إنجازات لقوات فاغنر هي إنجازات لروسيا وللقوات الروسية لكن نعترف أن فاغنر اليوم هي رقم صعب ليس في أوكرانيا فقط بل في كل دول العالم صحيح طيب هل من تتاعيات لهذه التصريحات لرئيس مجموعة فاغنر يعني يتحدث تساءل أيضا نحاول معرفة السبب هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة لعدم تزويده بالذخيرة أو تجاهل أيضا المسؤولين الروسيين لتصريحاته وتحذيراته وأيضا تهديداته يعني حقيقة كان في تصريحاته تلميح إلى الخيانة في القوات في وزارة الدفاع الروسية لكنني لا أستطيع أن أعترف بهذا التصريح أو أن أقوله أنا شخصيا لأنني لم أسمع هذه التصريحات من وزارة الدفاع الرسمية وكل ما هو ليس رسمي لم يطلق بشكل رسمي في روسيا لا نستطيع أن نقول أو نتكلم به أو نناقشه لكن هذه التصريحات قالها على قنوات صراحة وأيضا في فيديوات مصورة في صور فيديو ظهرت وهو يقول هذه التصريحات طيب في حال نفذ أو في حال انسحبت قوات فاغنر من باخموت ما السيناريو؟ حقيقة اليوم باخموت هي هدف استراتيجي يعني صحيح أنه لم تكن الهدف الرئيسي للقوات الروسية لكنها هي مفتاح لكثير من الأهداف حيث عندما يتم تطويق مدينة باخموت سوف يسهل تطويق سلافيانسك وكراماتورسك وهي مدر مهمة جدا وروسيا اليوم تخطط بعد باخموت إلى السيطرة على أوديسا على البحر الأسود هناك سوف يكون بإمكانها يعني فتح ممر بري إلى شبه جزيرة القرم وأيضا سيطرتها على شواطئ البحر الأسود هذه أهداف مهمة جدا ربما ستحرم منها روسيا لكن أعتقد أن هذا السيناريو بكل تأكيد لن يتحقق لن تنسحب قوات فاغنر من باخموت هو فقط ربما للتخويف وإن كان أراد أن يطلب المزيد من الزخيرة ربما كان هناك نقص في الزخيرة بسبب توسيع عمليات العسكرية التي استمرت لأكثر من عام رئيس مجموعة هي على الجبهة في منطقة استراتيجية حتى ولو قلل من شأنها الجانب الأمريكي يعني إذا حذر من عدام الزخيرة ألا يعتبر ذلك تمهيدا للانسحاب وتمهيدا لسقوط الجبهة؟ إذا كان هذا التصريح تمهيدا لانسحابه من فاغنر فحقيقة سوف يكون هناك مشكلة كبيرة للقوات الروسية على أرض الميدان أعتقد أن روسيا ستتعامل بذكاء وحينك أكثر مع هذا الموقف سيتم تزويد الجبهة بالمزيد من الأسلحة واليوم لا يوجد خيار ثاني لروسيا ولوزارة الدفاع إلا التزويد بالأسلحة المطلوبة من أجل إكمال الأهداف التي تعمل عليها هناك قوات فاغنر وإلا حقيقة سيكون على أرض الميدان مشكلة كبيرة جدا يجب تداركها بأقرب فرصة أو بأقرب وقت طيب لماذا لا يوجد هناك رد صريح؟ وأيضا هناك كما نعرف أنا شويغو في ماريوبل الآن في زيارة هناك للجبهة يعني كيف طرينا هذه الزيارة بالتزامن مع تصريحات رئيس مجموعة فاغنر؟ الحقيقة بالنسبة لزيارة شويغو للجبهات في دونيتسك وفي ماريوبل هي زيارة أعتقد أنه عادي ولطالما كان وزراء الدفاع في كل دول العالم يقومون بزيارات إلى الجبهة للقاء بالقادة العسكريين هناك لرفع معنويات الجيش أيضا لوضع الخطط الاستراتيجية القادمة للعمليات العسكرية القادمة فهذه الزيارة كانت أهدافها كانت في البداية إلى دونيتسك للاطلاع على الوضع العام هناك وأيضا للبحث عن سبل الأمان والحفاظ على أرواح المدنيين والمواطنين المتبقيين هنا هناك أما في ماريوبل فقد تم اللقاء أيضا مع الكثير من القادة مع العلم أن ماريوبل أيضا أتعبت القوات الروسية حقيقة حتى تم السيطرة عليها بعد عمليات عسكرية طالت لأمد طويل لهذا هي منطقة استراتيجية جدا وإذا عادت لعمليات العسكرية وتصاعد الوضع على الميدان القوات الروسية تخاف من أن تشهد هذه المناطق المحررة من جديد تشهد عمليات عسكرية جديدة